بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في جامعة العلوم التطبيقية عاش ربع قرن في بغداد شرب من ماء دجلة والفرات تلقى العلوم الشرعية من علمائها ومشايخها نشأ من نعمة أطفاله في مساجدها وعمل للدين بوقت مبكر من حياته عمل مديرا لمحهد إعداد الأئمة والدعاة في ألبانيا في أواصط التسعينات له مؤلفات عديدة في مجال الدعوة والعمل للدين نترك الآن المنبر لأهله والقوس لراميه مع فضيلة الشيخ الدكتور جمال محمد الباشا فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إليك وإلا لا تشد الركائب ومنك وإلا فالمؤمل خائب وفيك وإلا فالغرام مضيع وعنك وإلا فالمحدث كاذب اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا وزدنا علما ينفعنا وبعد حياكم الله طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة هذه المحاضرة كما أعلن عنها عنوانها آداب الداعية وصفاته الحديث عن آداب الداعية ينبغي أن يسبقه التعريف بالداعية من هو الداعية نسبة إلى الدعوة واسم الفاعل من الدعوة الداعي فهو داعي وأضيفة التاء على سبيل المبالغة فهو الذي وطن نفسه في حقل الدعوة وأمضى حياته وأفنى عمره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهو داعية والدعوة هي تبليغ الإسلام للناس في التعريف الاصطلاحي ولا أريد أن أتشعب كثيرا في التعريفات وأريد أن أركز على المضمون أكثر تعريف الدعوة في الاصطلاح تبليغ الإسلام للناس وتعليمهم إياه وتطبيقه في حياتهم إذا كان هذا تعريف الدعوة إذن الداعي من هو هو الذي يبلغ الإسلام ويعلمه للناس ويطبقه في حياتهم ولكي يكون هذا الداعية ناجحا ومؤثرا في دعوته لا بد أن يتحلى بصفات وآداب تجعله أقدر على التأثير في الناس ومنها هنا جاء الحديث في هذه المحاضرة عن الآداب والصفات التي ينبغي على الداعية أن يتحلى بها لكي يكون مؤثرا أليس للداعية غاية وهدف قياس النجاح والفشل في أي مشروع يتبناه الإنسان إنما يكون بمقدار اقترابه وابتعاده عن تحقيق أهدافه وغاياته فإذا كانت غاية الداعية أن يصل إلى الناس وأن يصل إلى قلوبهم وأن يبلغهم الدين وأن يكون مؤثرا في حياتهم وربما يكون نقطة تحول عند المدعوين فعليه إذن أن يهتم بتلك الآداب والصفات التي تجعله أكثر تأثيرا لكي يكون ناجحا في مشروعه كداعية إلى الله سبحانه وتعالى لا أريد أن يبقى الكلام هكذا فضفاضا ونريد أن نجعل الحديث في عناصر ونقاط ما هي هذه الآداب العلماء الذين تكلموا في هذا وضعوا عددا لا بأس به من تلك الآداب والصفات الوقت لا يتسعي لعرضها ولكن سنقف عند أهم تلك الآداب والصفات التي ينبغي على الداعي أن ينتبه إليها أولى تلك الآداب الإيمان العميق بما يدعو إليه طبعا هذه الفكرة فكرة الإيمان العميق للداعية بما يدعو إليه ليست خاصة بالدعوة للإسلام أنا أقول أن أي إنسان مؤثر في المجتمع مؤثر في الأمم هو إنسان يحمل قضية يؤمن بها إيمانا عميقا عنده فكرة عنده غاية قد تكون نبيلة قد تكون اجتماعية قد تكون في مبدأ عدالة وإقامة العدل ورفض الظلم إلى آخره كل الناس الذين اشتهروا في أنهم كانوا مؤثرين ولهم أتباع كانوا يحملون رسائل وقضايا آمنوا بها ابتداءا إيمانا عميقا وتأثروا بها لأن الإنسان حينما يكون متأثرا بالفكرة التي يطرحها سوف يكون مؤثرا في الآخرين ففاقد الشيء لا يعطيه لا يمكن للإنسان يكون مؤثرا في الآخرين وهو ذاته غير متأثر بالفكرة التي يتبناها النقطة الأولى هنا إذن الإيمان العميق بما يدعو إليه يا يحيى خذ الكتابة بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة فهو قوي متأثر متفاعل هو صاحب رسالة وصاحب هدف ما الذي يعينه على أن يكون صاحب قضية ورسالة ننتقل إلى النقطة الثانية لكن النقطة الأولى ملخصها أن الداعي لكي يكون مؤثرا لابد أن يكون صاحب عقيدة قوية راسخة وإيمان راسخ في الفكرة التي يدعو إليها سواء كانت فكرة كلية أو فكرة جزئية نيلسون مانديلا أو جيفارا أو غاندي غير هؤلاء ليسوا مسلمين ولكن لهم أطباع بالملايين لماذا؟ لأنهم كانوا يحملون قضايا يؤمنون بها ويضحون من أجلها ويعيشون لأجلها ولذلك كانوا مؤثرين فالمسلم من باب أولى يحمل عقيدة الإسلام ويحمل دين الإسلام هذه الأمانة الثقيلة لو أخذها بقوة فسوف يكون مؤثرا في الآخرين النقطة الثانية النقطة الأولى هي الإيمان العميق بما يدعو إليه النقطة الثانية الاتصال الوثيق بمن يدعو إليه هو يدعو إلى من؟ المسلم حينما يدعو يدعو إلى من؟ يدعو إلى الله الله عز وجل قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وأتباعه يدعون إلى الله النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة وأتباعه على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الدعوة إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى؟ إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار المسلم يدعو إلى الله ماذا يعني هذا؟ يعني أنه متجرد في دعوته عن هوى النفس وعن حضوضها هو لا يدعو إلى نفسه لا يدعو لاستقطاب الناس حول شخصه هو والنية يا جماعة بحاجة إلى تجدد إلى تجديد يعني قد يبدأ إلى إنسان دعوته وهو يريد وجه الله عز وجل ومخلص في دعوته ولكن شيئا فشيئا قد يفتن قد يبتلى بالشهرة ومعرفة الناس ويكون عنده أتباع فينظر إلى المعجبين وإلى عدد اللايكات وإلى عدد المتابعين وربما يكون أو تكون سياسته الدعوية مبنية على ردود الأفعال فيبدأ يجامل ويحابي وينظر إلى يعني حريص على أن تبقى مكانته كما هي هذا يعني الداعية لم يدعو إلى الله هنا دعوة خالصة لأن حظ النفس فيها حاضر الداعي إلى الله متجرد عن حضوض نفسه فهو يدعو إلى ربه سبحانه وتعالى من المواضيع المهمة هنا التي تتعلق بإخلاص الداعية تتعلق بصلة الداعية بربه سبحانه وتعالى الذي يدعو إليه عدة أمور يشير إليها على سبيل السرعة على وجه السرعة أولا محبة الداعية لربه يعني نحن نتكلم عن الاتصال بين الداعي وبين من يدعو إليه هو يدعو إلى من؟ إلى الله لابد أن يكون ذا صلة بربه أولا من خلال محبته له عندما يدعو إلى الله عز وجل وهو يحبه سوف يحب الطريق الذي يؤدي إليه سوف يستعذب مرارة الطريق وما يتعرض له من عقبات وما يتعرض له من أذى في سبيل إيصال صوته إلى الناس يعني طريق الدعوة ليس مفروشاً بالورود يا إخوة طريق الدعوة الأصل في الدعوة أن تكون للمخالفين نحن مع الأسف في بلداننا قد نختلف عنكم عامة الموجودين معنا هنا في المجلس ضيوف من خارج البلدان العربية سأل الله أن يبارك فيهم وفي دعوتهم قد يكون المخالفون هناك لكم أكثر من الموافقين أما نحن هنا كدعاة حقيقة أقولها أكثر دعوتنا مع الموافقين خطيب الجمعة يخطب الجمعة ويحضر عنده ألف وألفان من الناس كلهم من الموافقين جاءوا ليستمعوا محبة ورضا ورغبة واعتقادا بفرضية الجمعة إذا كان لدينا محاضرة مثل كما هذه المحاضرة فمع أناس موافقين دعوتنا أغلبها نمارسها مع أناس موافقين لنا ليس مع أناس كافرين بدعوتنا كافرين بالإسلام كلما احتككنا أكثر بالمخالفين كلما تعرضنا لأنواع من الأذى حتى لو كان هذا الأذى أذى بالكلام الله عز وجل قال لَتُبْلَوُنَّا فِي أَنْفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا مش أذى قليل وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ما الذي يجعلني أصبر قد أدعو شخصا ويستهزئ به أدعو شخصا آخر ويسبوني أدعو شخصا آخر ويجادلوني بالباطل وهو يعلم الحق وندخل في مراء وأشعر بقسوة في قلبي هذه دواعي أن يعتزل الإنسان الدعوة الذي يبحث عن الدعا والراحة يقول خلاص هؤلاء ليس فيهم خير هؤلاء لا يستجيبون فيعتزل الدعوة ويسوغ لنفسه ترك الدعوة محبته لمن يدعو إليه تجعله يستعذب الصعاب وتجعله يتذوق هذه المرارة بنكة مختلفة يعني ما يتعرض له الداعية من أذى في طريق دعوته إذا كان في سبيل الله الذي يحبه والذي له به اتصال سوف يهون عليه كل صعب هذه الفكرة فمحبة الله عز وجل تجعل الداعية يؤثر محبوبه الأعلى يؤثر محبوبه الأعلى على كل المحبوبات إذن قضية محبة الله عز وجل مهمة داعي الذي يحب الله يدعو إلى الله بنشرح صدر بحب قد يصيبها أذى وهو مبتسم وهو مسرور كأنه يرفع رأسه ويقول يا رب هذا في سبيلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الطائف ولقي ما لقي من الأذى من أهل الطائف ذهب يدعو إلى الله فلما آذوه ورموه بالحجارة وأدموا عقبيه الشريفتين واستهزأوا به وأغروا به صبيانهم رجع انطلق مهموما ومغموما انطلق مغموما على وجهه كما قال صلى الله عليه وسلم فلم أستفق إلا بقرن المنازل يعني قطع مسافة طويلة وهو يمشي كأنما في حالة هم وغم ما الذي قاله اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب المستضعفين يا رب العالمين أنت ربي إلى من تكلوني إلى أن قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي هذه الصلة الوثيقة مع الله عز وجل أصابه ما أصابه من الأذى ولكنه في سبيل من أليس في سبيل محبوبه لا على إذن فلتهن كل الصعاب ولتستعذب كل المرارات إذا كان هذا يرضي محبوب الأعلى استحضار محبة الله عز وجل للدعية مهم جدا الإخلاص له الإخلاص وهو أن يريد وجه الله عز وجل يتجرد عن حضوظ نفسه فهو لا يدعو إلى ذاته ولا يدعو إلى جهة أو فئة أو إلى طائفة إنما يدعو إلى ما يعتقد أنه الحق الذي هو دين الله سبحانه وتعالى فهذا هو همه الأكبر همه الأكبر أن يدل الناس على الله الداعي دلال يا جماعة دلال يدل الله على من؟ على ربهم يقول أيها الناس هذا ربكم الذي خلقكم الذي له حق عليكم هذا يحبه هذا لا يحبه هذا الطريق الذي يوصل إليه هذا طريق النجاة في الآخرة والرجوع إليه سبحانه وتعالى فهو طريقته وطريقه واضحة الإخلاص هو تجريد النية يا إخوة والأمر هذا ليس بسهل ليس بسهل كما قلت خصوصا إذا كان الإنسان قد تجاوز حد إلى الشهرة وأن يكون معروفا وله أتباع فهنا الأمر خطير لأنه سيبدأ يدور مع حظوظ نفسه التجرد عن حظ النفس وعن الإعجاب وعن الرياء وطلب المدح والثناء ماذا سيقول الناس إذا دعوتهم إذا ألقيت محاضرة إذا ألفت شيئا أو كتبت مقالا أو علقت تعليقا دائما الذي يدور حول الأنا ينظر إلى الإعجابات وإلى التعليقات وهي مؤثرة جدا في أن يفعل أو أن لا يفعل فلننتبه إلى قضية الإخلاص والتجرد إلى الله سبحانه وتعالى الأمر الثالث العبادة إذا كان هذا المؤمن هذا الداعية ذا صلة بربه فصلة العبد بربه ما هي؟ احنا تكلمنا عن المحبة تكلمنا عن الإخلاص وهي أعمال قلبية وفيه أشياء تتعلق بالعبادات اللي هي أعمال بدنية تتضمن أعمالا قلبية فهذا الدعية لله عز وجل له حظ من العبادة لربه لأن العبادة صلة العبد بربه وهي مجال تلقي العون وشحن القلب بما يعين على الاستمرار في الطريق الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة المزمل أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوى مقيلة ما معنى هذه الآية إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوى مقيلة هي تعني البعن الذي أريد أن أصل إليه من أن العبادة ترقى بالإنسان إلى درجات متقدمة تؤثر في سلوكه وثباته على الحق والحكم في منطقه وفي أسلوبه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعني الجوال له بطارية البطارية تشحن بالكهرباء وهذا الشحن قد ينتهي فبحاجة إلى إيش؟ أن يبقى مستمرا في الشحن لكي يبقى في العمل الداعية لله عز وجل يعطي يعطي مفاهيم وقيم وإيمان ودعوة للناس لكن هو نفسه بحاجة إلى أن يتزود هذا الزاد هو عبارة عن شحنات إيجابية هو يحتاجها لكي يواصل العطاء فإذا انقطع هذا الشحن سوف يضعف ربما ينتكس ربما يرتد ربما يترك طريق الدعوة ما الذي يعينه على أن يبقى موصولا بهذا الشحن هو صلته بالله عز وجل إن ناشئة الليل أي الذين ينشئون الصلاة في الليل حتى لو ركعتين عنده صلة بربه سبحانه وتعالى ناشئة الليل هي أشد وطأا أي ثباتا ورسوخا في القدم أي أنه ثابت في مواقفه عند المحن عند الفتن عند الابتلاءات تجده ثابتا لما؟ لأن له صلة بربه يصلي ركعتين من الليل سبحان الله ناشئة الليل أشد وطأا هذا في المواقف سوف يكون صابرا عند الفتن سوف يكون ثابتا وأقوم قيلة أي أقوم قولا فمنطقه سديد مسدد في كلامه حكيم في اختيار عباراته وألفاظه فهو أقوم من غيره وأصلح في كلماته وتعبيراته ويعرف ماذا يقول متى يقول أين يقول كيف يقول فهو حكيم مسدد ما الذي يؤثر في منطقه؟ سبحان الله ناشئة الليل قيام الليل وهكذا فقس يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا الحديث الحديث القدسي المشهور المعروف ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي فكيف أنتم برجل يرى بالله ويسمع بالله ويتكلم بالله ويمشي بالله ويتحرك بالله من أين استمد هذا؟ لا شك أنه سيكون أكثر أثراً لأنه مؤيد من الله عز وجل بأقواله وأفعاله وصرفاته من أين استمد هذا؟ لا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فليس حسناً بالداعية إلى الله عز وجل أن يكون دائماً من المتأخرين مع الأسف أنا أقولها بمرارة يعني نجد الحريصين على الصف الأول مثلاً في الصلاة الذين يبكرون إلى الصلاة صلاة الجمعة أو صلاة الفجر أو الصلاوات كلها هم عوام الناس كبار السن ما احترامنا وتقديرنا للجميع وتجد طالب العلم أو الشيخ أو العالم أو الداعية إلى الله عز وجل وهو مشغول بأشياء صالحة لكن في عدم ترتيب للأولويات ينظر الناس إليه وإذا به دائماً من المتأخرين ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله أنت ينبغي أن تكون في المقدمة أنت داعي إلى الله والناس تنظر إليك وتنظر إلى أعمالك وهذا سنتكلم عنه في نقطة أخرى وهي العمل بالعلم يعني العمل بما يعلم والعمل بما يدعو إليه ليس من المعقول أن يدعو الناس أن يدعو الداعية الناس إلى التزام أدب ما أو عبادة ما أو خلق ما ثم هو يتخلى عنه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه الداعية إلى الله ذا صلة بالله عنده ورده من القرآن يؤدي الفرائض على وقتها حريص على النوافل فهو سباق في أعمال الخير وعمال البر وعمال العبادة التي تصله بربه سبحانه وتعالى وليس متأخراً عن الآخرين لا يسبقه العوام إلى ذلك إذن النقطة الثالثة هي إخواني العبادة أن يكون ذا صلة بالله يعني أن يكون عابداً لله له قصد له ورد من العبادة من الصلاة من الذكر أذكار الصباح والمساء كيف تكون لديك الشحنة الإيمانية والقوت وأنت غافل عن ربك وعن ذكر ربك هل ذكرت أذكار الصباح؟ هل ذكرت أذكار المساء؟ هل محافظ على تلك الأذكار؟ الإمام أحمد رحمه الله بات عنده طالب علم ذات ليلة فوضع له إناء وإبريقاً فيه ماء على افتراض أنه طالب علم سيقوم يصلي شيء من الليل فيحتاج إلى الماء للوضوء فلما جاءه ليوقظه إلى صلاة الفجر وجد الماء على حاله قال سبحان الله طالب علم ليس له ورد من الليل استغرب كيف طالب علم وليس لك حظ من الصلة بربك؟ كيف ستقاوم الحياة؟ تقاوم عباء الدعوة؟ وأنت غير مشحون بمعية الله من ذلك أيضاً النقطة الرابعة التي هي التوكل على الله سبحانه وتعالى وهذه أرجو الانتباه إليها يعني قضية الإخلاص والمحبة والعبادة كل هذا علاقة بإيش؟ الصلة صلة الداعية بربه التوكل على الله إياك أيها الداعية أن تعتقد أنك تؤثر بالآخرين لأنك لبق ولأنك تحفظ المسائل ولأنك عندك علم واسع ولأنك قادر على قراءة بابين السطور ولأنك ولأنك والله إن أعظم أسباب الخذلان أن يعتقد الداعية في نفسه أنه مؤثر من قبل ذاته وأعظم توفيق أن تبرأ من حولك وقوتك إلى حوله وقوته وتقول يا رب أنا لو لاك لست بشيء أبرأ من حولي وقوتي وعلمي إلى حولك وقوتك وعلمك هناك يأتيك المدد ويأتيك التسديد والتوفيق ويفتح الله لك القلوب والعقول إياك أن تعتمد على نفسك فأهتم بإيش؟ أن أزيد حفظي لا بس زد في حفظك وزد في علمك وإهتم بالأسلوب والحكمة واللباقة ولكن احذر كل الحذر من أن تعتقد أن هذا هو السبب المؤثر المباشر بالناس لو لا توفيق الله لك والله لن يستجيب لك أحد لن يستجيب لك أحد وهنا أشيق إشارة مهمة جدا إلى ما حصل إلى فقه الصحابة لهذه القضية فقه الصحابة رضي الله عنهم نجد أسيد ابن حضير رضي الله عنه وقد كان في كنفه مصعب بن عمير مصعب جاء سفيرا للإسلام في المدينة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة داعية إلى الله سبحانه وتعالى فكان يدعي إلى الله طيب فلما أقبل سعد بن معاذ تعرفون من سعد بن معاذ سيد الأوس ولو آمن سيؤمن بإيمانه بن عبد الأشهل اللي هم يطيعونه السيد لما كان سيد سيد لأنه صاحب رأي سديد حكمه اختياره موفق فهو رجل متبوع وله وزنه فهم يثقون بعقله يثقون باختياراته ليست قضية فرض لأنه فرض عليهم لا هم يعرفون أنه رشيد وموفق ومسدد وعاقل وحكيم فاختياراته عندهم مقبولة ماذا قال أسيد بن حضير لمصعب حينما أقبل سعد بن معاذ قال يا مصعب هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه والله هذه الكلمة ترتعد لها الفرأس والله يا جماعة تحتاج إلى تأمل يعني انتهت المحاضرة خذها معك خذها معك بعد المحاضرة وتأمل فيها كيف فهم الصحابة أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى أنت سبب أنا سبب أنا أبلغ الناس أدعوهم لكن والله يأتي النبي وليس معه أحد أنتم تعرفون هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان معه الرهض ويأتي النبي وليس معه أحد ليس بتقصير من النبي لا شك أنه أدى ما عليه والله عز وجل يؤاخذه بعدم استجابة الناس له لأنه أدى ما عليه والقلوب أن تفتح فتستجيب أو تغلق فلا تستجيب هذا بيد الله سبحانه وتعالى فهو يدله على الطريق ما قال له انتبه إلى الفهلوة إلى اللباقة إلى الأدلة قال له في طريق واحد إذا سلكته سوف يشرح الله صدره للإسلام جاءك سيد قومه فاصدق الله فيه أنا أتمنى أرجو أقول ولا أتمنى التمني للمستحيل والرجاء لما هو مأمول وممكن آمل أو أرجو أن كل داعي يجعل هذا نصب عينيه وهو أنه حينما يدعو أي شخص يعلم أنه ليس هو الذي بيده قلبه أنا علي أن أؤدي ما علي فأقوي صلتي بالله الذي بيده قلب هذا العبد الذي أمامي إذن هذه أربع نقاط تتعلق بالاتصال بالله عز وجل محبة الله عبادة الله الإخلاص لله وإيش؟ نعم التوكل على الله باعتقاد أن الله بيده أن يهدي فلانا فسيهدي توكل على الله هو الذي له الأثر الكبير ننتقل إلى النقطة الثالثة وهي العلم والبصيرة وهذه مأخوذة من الآية قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة لماذا لابد للدعي من أن يكون على علم وبصيرة بما يدعو إليه طبعا هو ليس بالضرور أن يكون عالما لكن يجب أن يكون عالما فيما يعلم الناس إياه يعني لا يجوز له أن يتكلم بغير علم ولا يجوز له أن يفتي بغير علم لأنه قد يسيء من حيث يريد أن يحسن وقد يضل للناس والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فبعض الناس يريد أن يحسن فيسيء لأنه يتكلم بغير علم فيأتي بأحاديث موضوعة وأحاديث منكرة ويقلب الحق باطلا والباطل حقا والبدعة سنة والسنة بدعة فيضل الناس وهو يقول أنا أدعو إلى الله ربما يدعوهم إلى الشرك يدعوهم إلى الضلال يدعوهم إلى الخرافة وهو يقول أنا أدعو إلى الله إذن لابد أن يكون على علم وربما يفت الناس بأحكام شرعية خلاف ما أراده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلكم يعلم حديث الذي أصابته جناب وكان في رأسه شج يعني جرح فسأل أصحابه عن غسل الجناب فقالوا لا نرى لك مخرجا إلا بالغسل فاغتسل فمات النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وقال قتلوه قتلهم الله هل لا سألوا حين جهلوا فإنما دواء العي السؤال فليس عيبا أن الداعية يجهل أشياء معينة ويقول لا أدري أو يتوقف الإمام مالك رحمه الله كان يقول أو في هذه عبارة عبارة لإبراهيم النخعي رحمه الله الإمام إبراهيم النخعي يقول ينبغي على العالم أن يورث جلساءه قول لا أدري حتى يكون ذلك مفزعا يلجؤون إليه يعني هذه ثقافة ثقافة وتربية أنا لما أرى شيخي يشك أو يتردد في جواب ما لأنه غير مستوثق تماما من الجواب أو الفتيا ليس عيبا أن يقول لا أدري لا أستعظم في نفسي ولا أستنكف أن أقول لا أدري فيما أجهل من المسائل فهذه قضية مهمة يعني الإنسان إذا كان عنده صدق مع الله سبحانه وتعالى لا يبالي أن رضي الناس أو لم يرضوا يعني لا يجوز لي ولا يحل لي أن أفت الناس بشيء خلاف الحق اعتمادا على علمي القاصر وأنا غير متثبت من المسألة خشية أن يقول المدعوون أني لا أعلم هذه لها علاقة بالصدق والإخلاص أيضا إذن العلم مهم لأن الله عز وجل قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فالداعية بصير بما يدعو إليه وعنده علم ثم من وجهة نظر أخرى من زاوية أخرى العلم هو المادة التي يتحرك بها الداعية يعني الداعية ما هي دعوته؟ أكثرها في الكلام من خلال الكلام أليس كذلك؟ والكلام ما هو؟ هي معلومات يتحدث بها هذه المعلومات هي معلومات وهو وبالتالي كلما اتسع أفق الداعية وزاد رصيده المعرف والعلمي اتسحت المساحة التي يمكن له أن يتحرك من خلالها ميدانه في الدعوة سوف يكون أوسع وأرحب لأنه عنده معلومات فيجلس في أي مجلس يعني مجلس فرح ممكن أن يتكلم ارتجالا بما لديه من رصيد علمي ومعرفي يدعو الناس ويحثهم ويوصل إليهم رسائل إيجابية وطيبة في هذه المناسبة التي هي مناسبة فرح عنده ما يقوله عنده رصيد علمي وإذا جلس في مناسبة مجلس فيه حزن مثلا أو فراق حبيب أو ابتلاء يحتاج إلى صبر فعنده مادة علمية يستطيع أن يتحرك من خلالها كل مجلس يستطيع أن يتحدث به أو فيه بما يمتلك من رصيد معرفي أليس هذا يعطيه أفق أكبر في الدعوة؟ بخلاف من يحفظ أشياء معينة ولديه معلومات معينة لو كررها مرة ومرتين وثلاثة الناس سوف يملونه يعني مما يؤثر في نجاح الداعية ساعة العلم، ساعة للطلاع، ساعة المعرفة لأن الناس تمل من سماع أشياء متكررة تحب أن تسمع شيئا جديدا فقدرته على الحركة المرونة في دعوته ودخول فضاءات متعددة في الدعوة الله عز وجل في مرسابات مختلفة إنما يعينه عليه زيادة الرصيد العلمي والمعرفي ولذلك أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني العلم يعطيني مساحة للحركة أكثر ومجالا للدعوة أكبر النقطة الرابعة من الآداب والصفات التي ينبغي على الداعية أن يتحلى بها أن يكون أول العاملين بما يدعو إليه وكما قيل إن التأثير بلسان الحال أبلغ من التأثير بلسان المقال يعني لسان الحال أبلغ من لسان المقال المقال هو أن أتكلم كثير من الناس قد يؤتى علما ولا باقة ويتكلم ولكن الناس تسمع إلى قوله وتنظر إلى فعله والأفعال فيها من الرسائل الإيجابية والسلبية أقوى بكثير من الكلام أنا ممكن إنسان يتكلم عن خلق معين يتكلم عن خلق التواضع أعطى محاضر ومحاضرتين وسمعت منه الكثير وألف كتاب في التواضع ثم يقف موقفا يظهر فيه أمامي متكبرا مستعليا على الناس لأن هذا الشخص الذي استعلى عليه عامل أو موظف أو خادم عنده فكل المحاضرات التي سمعتها منه لا قيمة لها ولا وزن أنا منظر إلى فعله الناس يقولون لو كان هذا الشيء الذي يدعو إليه حقا لكان أول المستجيبين له أول العاملين به فالإنسان قد يدعو إلى الله بلسانه ويصد عن سبيل الله بأعماله مع العسف وأيضا إخواني الداعي لله عز وجل هو محط أنظار الآخرين وهو موضع للنقد والانتقاد الصغير منه كبير الصغير منه كالكبير من غيره فهم يرقبون أفعاله وتصرفاته انظر هذا الشيخ هذا الداعي الذي يعلم الناس الخير ويدلنا على كذا انظر ماذا يفعل والله على مستوى على مستوى قيادة السيارة وأنت سوق السيارة في الشارع وأنت معروف بالتزامك ودعوتك ينظرون الناس إلى هيئتك يقول لك إيش هذه السياقة هذه سياقة واحد أهوج هذه السياقة برعونة هذا شوف لا يعطي مجال وناس يريدون أن يمرون من أمامه فلا يعطيهم مجال ليعبروا الشارع مثلا أو يضايق الآخرين في قيادته القيادة أخلاق وهذا الخلق ظاهر للناس يقول لك شوفها اللحية ما شاء الله هكذا تفعل ترتكب مخالفة تقطع الإشارة وهي حمراء ينبغي أن تكون أول الملتزمين بهذه الآداب فتعطي صورة ناصعة للملتزم المسلم الملتزم الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن تلقي شيئا من النفايات من النافذة والله قد تفسد محاضرات كثيرة علمتها للناس من خلال تصرف غير لائق تتصرفه أو كلمات غير لائقة الناس تنظر إلى الأفعال أنا أذكر أن شخصا ما شيخ يعطي محاضرة يتكلم فيها عن الرفق محاضرة كاملة عن الرفق وأدب الرفق والمفروض كله طبعا أننا كل مسألة يتكلم عنها حقيقة تحتاج إلى محاضرة كاملة لكن أردنا أن نختز القدر المستطاع الرفق من أداب الداعية فهو أعطى محاضرة في الرفق تلطف مع الناس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم تلطف مع العرابي وتلطف مع كذا ثم فتح مجال الأسئلة فجاءته لأسئلة ففي سؤال مستفز من الأسئلة يدل على شيء معين في السائل فقال من هذا الحمار الذي أرسل هذا السؤال هكذا بالنص يعني فأفسد المحاضرة كاملة أنت تتكلم عن الرفق كل الكلام الذي ذكره عن الرفق صار لا قيمة له لأن الناس ينظرون إليه وإذا به لا يتحلى بالأدب الذي دعى الناس إليه وممكن الإنسان يدعو إلى الله ثلاثين أربعين سنة ولم يتعرض لفتنة أو ابتلاء والناس تستمع إليه وتحبه في موقف من المواقف يسقط لا يثوت عند فتنة قد يقول كلمة زور أو باطل قد يجعل الباطل حقا والحق باطلا قد يزور الحقائق كل هذه المحاضرات الناس نستها سبحان الله هذا الذي كان يبكيكم هذا الذي كان يؤثر فيه عبادتكم قالوا هذا ليس بجيد لما؟ لأننا رأيناه متخاذل نصر الظلم وخذل الحق وخذل العدل ونصر الباطل سقط من عيونهم على طول ولكأنه هو هذا الداعية الذي سنوات يدعو إلى هذه الدعوة ويمكن داعية أقل منه حظا في الكلام والدعوة ولكن موقف واحد يقفه في سبيل الحق يكون له أثر كبير جدا يؤثر بملايين الناس والناس تذكر هذا الموقف له ما بقيت ما بقي هذا الخبر فيهم ويتناقل إليهم فإنه حاضر في أذهانهم إذن العمل بالعلم الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والمقت هو أشد الغضب فالإنسان يدعو الناس إلى شيء ولا يتخلق به هذا أمر خطير شعيب عليه السلام نبي الله شعيب يقول وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه فإذا نهى الناس عن شيء ينتهي هو أول المنتهين يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كما يصح به وأنت سقيم نراك تصلح بالرشاد عقولنا وأنت من الرشاد عديم ابدأ بنفسك فنهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وورد في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحة فيقول له الملأ كلما مر به ملأ من أهل النار يقولون ما بلك يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت أمركم بالمعروف فلا آتيه وأنهاكم عن المنكر فآتيه قبل أن تدعو الناس إلى خلق عليك أن تلتزم بهذا الخلق وأن تعمل به إخواني الكرام خامسا الوعي الكامل ما المقصود بالوعي؟ الداعي ينبغي أن يكون وعيا وينبغي أن يكون حكيما يعني فيه علاقة بين الوعي والحكمة الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها وهذا يحتاج منه إلى وعي لكي يعلم هذا يضع هنا وهذا يضع هنا الوعي ما المقصود به؟ الوعي الكامل أولا بواقع الدعوة وثانيا بواقع المدعوين وثالثا بواقعه هو الشخصي يعني لما نتكلم عن الواقع واقع الدعوة عموما فهذا يجعله يعرف ما الذي يقدمه وما الذي يؤخره يعني عندما ينتشر مثلا في بلد ما الدعوة إلى الإلحاد فتكون له الأولوية الشباب يرتدون شباب مسلمون يتوجهون إلى الإلحاد إذن هنا ينبغي أن أعمل باستراتيجية معينة أكثف جرعات الدورات والمحاضرات والدروس العلمية التي ترسخ مفهوم الإيمان بالله عز وجل وإثبات وجود الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى هذا له الأولوية لأنه أخسر الناس وليس من المعقول مثلا أن أتكلم في مسائل في الطهارة أو مسائل يعني في الفروع وأقدمها على قضية الإيمان والإلحاد هذا ليس من العقل يعني إنسان مصاب بمرض خطير وفي نفس الوقت عنده رشح أهتم بعلاج إيش؟ أهتم بعلاج المرض الخطير أوجه كل قواي وسابق الزمن من أجل إنقاذه من المرض الخطير يعني لو رأيت رجلا يلبس الحرير وهو عنده مشكلة في عقيدته كان يدعو غير الله سبحانه وتعالى كان عنده مشكلة في الحاد في الإيمان بوجود الله عز وجل ولابس الحرير أو لابس الذهب هل أبدأ بالكلام عن أنه ماذا تفعل؟ اتق الله يوها الرجل الحرير لا يجوز للرجال ولا كأني أنظر إلى هذا بل ربما يكون يكون شارب خمر وتارك صلاة بأيهما تبدأ أيهما أعظم عند الله عز وجل جرما شرب الخمر ولا ترك الصلاة؟ ماذا تقولون؟ بلا خلاف عند كل المذاهب أن جرم ترك الصلاة أعظم من جرم شرب الخمر فنحن اعتدنا أنه مثلا هذا إنسان فاسق هذا يشرب الخمر لا تكلموا عن الصلاة امرأة سافرة وتاركة للصلاة أيهما أخطر؟ لا شك أنه ترك الصلاة إذن أنا ممكن أتكلم مع السافرة إذا كان لي وجه صلة معها أنا أدرس في الجامعة وفي عندنا معض المحاضرات يعني مختلطة الثقافة الإسلامية وقع العالم الإسلامي حضر العالم الإسلامي في مواد مشتركة وعندنا غير ملتزمات يعني أنا أكلمهم وأدعوهم إلى الصلاة وأنا سافر أقول نعم وأنت سافر هذه صلتك بالله عز وجل ففقه الواقع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل أصحابه إلى الحبشة هل ذهب إلى الحبشة؟ لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة لكن عنده إلمام بالواقع الذي يعيش به وأن الحبشة فيها ملك لا يظلم عنده أحد فسيكون الأنسب أن يرسلهم إلى مكان فيه عدل وإن لم يكن فيه توحيد ما في إسلام لكن في عدل وهو يريد أن يحافظ على الدعوة في مهدها فألا تجتث في مهدها فأراد أن يحافظ على هذه الثلة المؤمنة فأرسلهم إلى الحبشة 83 رجل ومرأة ذهبوا إلى الحبشة وعاشوا في كنف رجل نصراني ليس بمسلم لكن وفر لهم الأمان ووفر لهم الحماية واستطاعوا أن يمارسوا الدعوة إلى الله عز وجل في هذه الأرض الواسعة وجاء ثلاثون رجلا من الحبشة إلى المدينة ليلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعلنوا إسلامهم من الذي دعاهم؟ الأشخاص الذين هاجروا إلى الحبشة علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الواقع جعله ينفتح في الدعوة إلى الجهة التي يعتقد أنها توفر للدعوة الضرف المناسل معرفته بواقع المدعوين مهم جدا أنا عندما أذهب إلى مكان ما أنا ذهبت إلى ألبانيا كما تقدم في المقدمة أزال الله خير دكتور إسماعيل ولم أشكره على المقدمة حفظه الله وهم تفضل في تقدمته هذه ذهبت إلى ألبانيا مكثل سنتين ونصف كان في تقصير مع الأسف أن أعترف أنه دعاتنا نحن كمسلمين ما عندنا يعني دعوتنا على البركة سبهللة هكذا خلص كلها ارتجالية روح يدعو في هذا المكان مع أنه لقينا بعض المنظمات التنصيرية يهيئون المبشر أو المنصر ستة أشهر قبل أن يأتي إلى البلد التي هي ألبانيا وكذلك يصنعون مع البلدان الأخرى ستة أشهر يأخذ مرتبا وهو لا يمارس الدعوة لكن يتهيئ لتلك الدعوة إلى فكرته وعقيدته كما علمت ذلك من بعض هؤلاء الدعاة يعني احتككت فيهم دعاة إلى الباطل عندما استغربنا أنه يتكلم اللغة الألبانية وهو حديث الوصول إلى ألبانيا قال نحن قبل ستة أشهر تعلمنا اللغة دخلنا كورسات تعلمنا اللغة عرفنا الواقع الاجتماعي الحالة الاجتماعية كم نسبة النصارى كم نسبة المسلمين كم الأرثدوكس كم الكاثوليك عنده تصور كامل العادات والتقاليد تعرف في ألبانيا عندهم من الكبائر العظيمة جدا أن يتزوج الرجل من ابنة عمها وابنة خاله كأنما تزوج أخته يعني ممكن معذرة أن يرتكب الفاحشة وهو إنسان محترم ومقدر لكن من خوارم المرؤ التي لا تجمر أنه تزوج ابنة عمها وابنة خاله ونحن نعتقد أن هذا جائز ولا لا في عندكم من في أفريقيا وفي من يعتقد أن الزواج من ابنة العم وابنة الخال حرام لكن في ألبانيا موجود من الكبائر كأنما تقول فلان تزوج أخته الله أكبر فهذا كداعية يذهب وما يعرف يعني يحتكب الناس ويقول لا يا جماعة لما يطرح مثل الموضوع هو ما عنده خلفية على أنهم يعتقدون بحرمة بل بخوار مرؤة من يفعل هذا الأمر وهو أمر مشروع عندنا عرفا وشرعا بل بالعكس عندنا أن بنت العم هي الأولى والأولى بها ابن عمها فعندما يتكلم في هذه المسألة ويقول لا عندنا في الشرع المذهب الأربع يجوز سيسقط من أعينهم والله لو تكلم بعد ذلك بالتوحيد وتكلم بالإيمان ولا يسمعون له شيء يقول هذا إنسان سقط تعرف في بعض البلدان في أفريقيا من خوارم المرؤة أكل الدجاج من عنده هنا في أفريقيا أنا عندي طلاب في الجامعة مرة أحد الطلاب من دولة من الدول الأفريقية قال عندنا أكل الدجاج لا يليق يعني من خوارم المرؤة عندكم فلو كان داعية تخيل أنت داعية يصعد المنبر واكتشفوا يوم من الأيام من الأيام أنه عامل مثلا مقلوبة على دجاج مثلا في عندكم مقلوبة ولا ما في مقلوبة تعلموا عليها كبسة على دجاج ولا كبسة مندي المهم دجاج لو أكل دجاج سقط من أعينهم بالتالي أنا كداعية يا جماعة ينبغي أن ننظر إلى حال المدعوين وأوراعي هذا الأمر هل أبدأ بهذا أو لا أبدأ أو لا أطرحه أصلا أنا ما مستعد أكل دجاج إذا ذهبت إلى هذه المدينة والله ما أكل دجاج أو في أشياء أخرى يعني أنهم مثلا عندهم مذهب حنفي مذهب الحنفي هو الدين وبالتالي أي مذهب آخر غير مذهب الحنفي كأنما هو ليس من الدين ما عندهم معي ولا ثقافة إنه ثم في مذهب أخرى في شافعي في مالكي فهو متعصب لمذهب الحنفي أنا لو أظهرت أني أتبنى مذهبا آخر يعمل إمام أبو حنيف على العين والرؤس لكني مالكي أو شافعي إذا كان هذا يسقطني من عينهم ويكون حائلا بيني وبين الوصول إليهم أنا مستعد هنا أن لا أظهر مذهب ممكن أصير حنفي كمان واضح يا جماعة هذا من الحكمة طيب إذن معرفة واقع الدعوة واقع المدعوين كيف هو لأن هذا له أثر بالأمر والنهي الأمر بالمعروف أنه على المنكر وما الذي أقدمه وما الذي أؤخره تعرفوا قصة ابن تيمي رحمه الله مع التتار ذكر ذلك هو عن نفسه في المجلد الثامن والعشرين من مجموع الفتاوى أنه مر بطائفة من التتار وهم يشربون الخمر من جند التتار يشربون الخمر يقول فهم بعض طلابنا بالإنكار عليهم فقلت دعوهم فإن ما هم فيه من الشر خير للمسلمين خير لنا خير للمسلمين لأن هؤلاء إذا أفاقوا سيسفكون الدم الحرام وينتهكون الأعراض فوجودهم في هذه الغيبوبة السكر وغياب العقل الله عز وجل ماذا قال شوف الاستدلال رجل فقيه وحكيم الحكمة وضع الشيء في موضعه كما قال الإمام بن القيم رحمه الله عرف الحكمة قال هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي فأنا أتعرف على الفعل الذي ينبغي والوقت والحال ما هو الحال وأن أفعل كما ينبغي فهنا شرب الخمر الله عز وجل يشقال قال إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر بين مين؟ بين المسلمين أهل الإمام لكن أن يقع الشيطان العداوة والبغضاء بالخمر والميسر بين الكفار هذا مصلحة لنا ولا لا؟ أن يتفرقوا وتدب بينهم الفرقة والخلاف هذا من مصلحتنا يعني الشيطان يقع بيننا كمؤمنين العداوة والبغضاء هذا غير مطلوب لنا كمؤمنين لكن مطلوب لنا كمؤمنين أن تدب الفرقة بين أعدائنا وخصومنا فمن فقه قال دعوهم قال ويصدهم ويصدكم عن ذكر الله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وهم لا يصلوا ولا يذكرون الله فيصدهم الخمر عن ذكر الله والصلاة شوف الفقه شوف الحكمة قال فكونهم يشربون الخمر خير لنا شوف مثلا ابن عباس رضي الله عنه لما جاءه رجل يستفتيه في حكم القاتل هل له توبة أو ليس له توبة شخص يسأل ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه يعرفون اختياره الفقهي هنا أن قاتل النفس له توبة اختيار ابن عباس أن قاتل النفس له توبة وأن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء فدون ذلك من ضمنها القتل فجاء رجل وسأله هل قاتل النفس من توبة قال لا وخرج الرجل فعجب جلساء عبد الله بن عباس وقال نعرف عنك أنك تفتي بغير ذلك الذي افتيت بها الرجل قال لقد نظرت في وجهي فرأيته وجه الذي يريد أن يقتل يعني هذا الرجل جاي بده فتوى ياخذ فتوى شوف الدعية كيف ينبغي أن يكون حكيما والمستفتي ينبغي أن يكون واعيا لمقاصد وأهداف وأبعاد المستفتي لأن المستفتي قد يحتال على المفتي ويأخذ منه الفتوى بطريقة معينة بالحيلة فهو جاء لبن عباس يعني سمع أنه يجيز القاتل له توبة إذن وتكون من بعده قوما صالحين أروح أقتل وأتوب إلى الله فلما قال له ليس له توبة وهنا لم يتعدى في حكمه الأقوال الاجتهادية اجتهاد العلماء لأن العلماء من يرى اجتهادا أن قاتل النفس ليس له توبة فهو اختار لم يأتي بشيء جديد وإنما شيء موجود البسألة خلافية على قولين أنا أتبنى القول الثاني ولكن ممكن في ظرف معين أتبنى القول الأول شوفوا من أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله في زمانه كان في فتنة الباطنية وكانوا يغتالون أهل السنة جماعة بني عبيد القداح يغتالون أهل السنة فاتخذ بعضهم كلبا للحراسة معه يعني وهو يمشي معه كلب يقول له أنه قد يتعرض للاغتيال فقال له إن مالكا يكره ذلك يكره اتخاذ الكلب فقال دعا كهذا والله لو كان مالك حيا لاتخذ سبعا ضاريا اختلاف الحال اختلاف الظرف أنت وأنت آمن قد لا تحتاج إلى كلب حراسة لكن لما تتعرض نفسك للخطر أنا ممكن أن أرتكب كما قيل الضرورات تبيح المحظورات يعني هذه قاعدة فقية والمشقة تجلب التسير وكلما ضاق الأمر اتسع في قواعد تنتظم بها هذه المعاني التي نتكلم عنها الحكمة فعل ما ينبغي يعني خلنا ننتقل إلى النقطة التي تليها وهي الحكمة وأختم بها فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي الدائع ينبغي أن يكون حكيما يعني ليس دائما قول الحق يقال في كل مكان في كل مناسبة أنت قد تفعل حقا وتقول حقا ولكن مش وقته ألا أحد طلابنا الألبان أحد طلابنا الألبان كان يحفظ القرآن صوته جميل وجاء هنا أكبر دراسته هنا في الأردن ودعوه أهل الحي يوما في مناسبة مناسبة فرح زفاف قالوا له نريدك أن تأتي وتستفتح لنا الحفل بقراءة آيات من القرآن الكريم صوتك جميل إلى المناسبة إيش مناسبة عرص زفاف عادة ماذا يقرأ الناس في مثل هذه المناسبة ومن آياتها انخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا لي شيء له علاقة بإيش بالفرح والسرور فأخونا ماذا قرأ سبحان الله أخبرني أخبرني أنه قرأ القرآن أنا هيك فضولا يعني قلت له إيش قرأت قال قرأت من آخر سورة الواقعة فلولا إذا بلغت الحقوم وأنتم حينئذ تنظرون فأما إن كان من المقربين قلت له غفر الله لك ألم تجد في كتاب الله آيات أنسب من هذه الآيات هو قرآن يعني هو من حق أن يقول أنا أقرأ قرآن صحيح ولكن قراءة القرآن الذي هو حق ليس في الموضوع المناسب أنت فعلت ما ينبغي كما ينبغي أحسن صوته تجويد ما شاء الله ولكن ليس في الوقت الذي ينبغي ماضح يا جماعة معرفة أحوال المدعوين نرجع لأنه أيضا حكمة أن تفعل ما ينبغي كما ينبغي مرة في مؤتمر من المؤتمرات عقد في الرياض وكان معنا مدراء مراكز إسلامية من عدة دول فبعض الأخوة مدراء المراكز في دولة أوروبية دولة من الدول الأوروبية على كل حال يقول تعرف أنت هناك البويفريند وغير الفريند كيف عندهم هذه مثل الأزواج يعني أبدا لا تقدح لا في عرف ولا في دين خلاص اتفق الطرفان على أن يعيش مع بعض ذكر وأنثى هو البويفريند وهي الگير الفريند وممكن أن ينجبوا أولاد يعني حياة طبيعية تماما معاشرة زوجية يقول أحد الشباب الذين أسلموا شاب وأسلم و جاء يصلي في المسجد يقول فجاءني بعد الصلاة وقال أنا علمت أنه الگير الفريند حرام لا يجوز وأنا يعني هذه شهوة ورغبة وأنا شاب وعندي غريزة فما أستطيع ماذا أفعل يقول فخطر ببالي إيش ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب الذي قال يا رسول الله ائذن لي بالزنا قال خلاص صدتها هذه قال فقال له تعال تعال اجلس يقول فجلس قل له أترضاه لأختك قال يس يقول فسقط في يدي أنا بدي أكمل يعني قال أترضاه لأختك أترضاه لأمك قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم وكذلك الناس لا يرضونه لأخالاتهم كذلك الناس لا يرضونه لعماتهم يقول هذا أنا بدي أستمر معاه لكن من البداية يسكر الطريق قال آه عادي لأنه أختي أيضا عندها بويفريند فهنا أشوف هذا الأسلوب لم ينفح يعني الواقع اختلف المدعو مختلف أنا لما أقول لشخص مثلا في مجتمع يرى حرمة الزنا وهذا شيء عظيم حتى لو ما عنده دين لكن أقول له ترضاه لأختك يقول لا لا أرضاه يقول له أنت ما تفعله مع هذه البنت هذه لها أخ لا يرضى أن تفعل بها ما لا ترضى أن يفعل بأختك يعني فإذا تتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به فإذا كان هذا الأمر عندهم مستمر أصلا إذن بدي أبحث عن طريق آخر بدي أشوف صيغة أخرى وأسلوب آخر يتناسب معي أيش مع حال المدعو يبدو أن الوقت انتهى وأنا عندي في الحقيقة حوالي خمسة عشر خمسة عشرة نقطة ممكن أن تكون من الآذاب والصفات التي ينبغي على الداعي أن يتحلى بها لكي يكون ناجحا ومؤثرا في دعوته لعلنا أخذنا نصفها أيها الحظور الكريم لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والعرفان لفضيلة الشيخ الدكتور جمال محمد الباشا على ما قدم في هذه الندوة المباركة والشكر موصول لكم أيها الأحباب الكرام على حسن الاستماع والحضور المميز في هذا اليوم المبارك فحياكم الله وسدد خطاكم ونلتقي بإذن الله في محاضرات وندوات قادمة إن كان في العمر البقية وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وتسليم كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم اشتركوا في القناة